الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد أهلا بكم بكل مشاهدينا كلامنا النهار ده يخص الأمهات وخاصة النيو مامز وموضوعنا يهمهم بشكل كبير وهو موضوع تقبيل الرضع والأطفال في السنين الأولى ليهم وهي من العداد السيئة الشائع جدا عندنا في مجتمعنا وبتعبر عن الحب وتلاقي البيبي لسه مولود وكل واحد داخل يبوسه ويا عالم بينقله مايكروبات ولا لا رغم أنه أكيد نيته أنه يعبر عن حبه للطفل لكن المشكلة أن التقبيل ده بيسبب ضرر كبير على صحة الطفل وبتتجهله كتير من الأمهات عشان كده هنقول لحضراتكم النهار ده أكبر الأضرار اللي ممكن يسببها التقبيل للطفل وإيه هي الطريقة الصحيحة لتقبيل الأطفال فأعمرهم الأولى موقع ويب ميد الطبي قدم مجموعة من المخاطر اللي ممكن تصيب الطفل عند تقبيله وأولها طبعا نقل العدوى وده لأن الأجهزة المناعية عند الأطفال في المراحل العمرية الأولى بتكون متطورة وخلال الأشهر الأولى بتكون في أضعف حالتها ولما بنبوس الطفل بننقله العدوى وده بيمثل خطورة على الطفل بشكل كبير ومن أبرز المشاكل اللي بتظهر نتيجة بوس الطفل في أيامه أو شهوره الأولى انتشار البثور في أماكن كتيرة من جسم الطفل ومن الممكن أنها تبقى مشكلة طويلة الأمد بيعاني منها الطفل وممكن لقدر الله توصل به للوفاء وكمان الالتهاب الفطري بيظهر في لسان الطفل وبينقل للثى وكل أجزاء الجسم وطبعا من أهم أخطار تقبيل الطفل أنه ممكن يعرضه لفيروس الهيربس والفيروس ده بيسبب قرح وحبوب على الشفتين وداخل الفم وكمان نتيجة احتكاك البشرة بين الكبار والأطفال حساسية الوجه والجلد من مستحضرات التجميل اللي بتضر الغدد السماء وممكن لقدر الله تسبب الإصابة بالسرطان وتقبيل الأطفال من مستخدمي المواد دي بيعرضهم للإصابة بالحساسية وبرضو لازم تعرفي أن الرد عندهم جهاز مناعة ضعيف في السنين الأولى عشان كده لازم أي شخص يتأكد من نظافة إيده قبل ما يتعامل معاهم أو يبصهم كمان فيروس المعدة من أخطار التقبيل وده لأن القبلة واحدة من شخص بالق بيحمل الفيروس بتؤدي لإصابة الطفل بدرر وممكن يصاب الطفل الرضيع بالحمى وفقدان الشهية والطفح الجلدي وطبعا في بعض الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي اللي ممكن تتنقل من الكبار للطفل الرضيع عن طريق التقبيل زي نزلات البرد الشديدة والأنف الونزة والأمراض دي لها طبعا بعض الأعراض اللي بتظهر على الطفل الرضيع من اللحظة الأولى لنقل العدوى زي المغس الشديد والإسهال وإنسدد الأنف وصعوبة التنفس جينا بقى للسؤال اللي كل الناس بتفكر في دلوقتي طبعا عندنا سبوع ورايحين نزور واحدة صاحبتنا لسه والدة وعايزين نبوس البيبي الجديد وما نأزهوش نعمل إيه؟ إيه هي الطريقة الصحيحة لتقبيل الطفل الرضيع؟ الطريقة الصحيحة هي تقبيل إيد الطفل أو راسه وده لأنهم بيعتبروا بيئة غير مناسبة لنمو المايكروبان أما الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناع ورئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة قالت إن تقبيل الأطفال بيعتبر خطورة كبيرة وده لأن أي أمراض بتتنقل عن طريق التنفس بتعديد طفل ونصحت الدكتورة الأمهات بمحاولة منع الأشخاص من تقبيل أطفالهم بطريقة لطيفة لو حصل اخسلي وشه فورا بالمية والصابون وإن يفضل التوقف عن ثقافة التقبيل نهائيا وده تجنبا للأمراض التنفسية اللي بتتنقل من جسم لآخر خاصة فيروس كورونا ومتحوراته وبكده نكون قلنا كل المعلومات عن أبرز عادة سيئة بتخص مجتمعنا وهي تقبيل الأطفال حديثي لولادة بنشكر حضراتكم وإلى اللقاء